تابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تطورات سوق الأوراق المالية والخدمات المالية غير المصرفية لاسيما مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية وذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد ورئيس مجلس إدارة البرصة المصرية رامي الدكاني وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتولي أهمية قصوى لدعم جهود التطوير وتنمية جميع الخدمة المالية غير المصرفية وتفير التمويل اللازم لدعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية مشددا على أهمية تنسيق وتكامل الخطط بين جميع الأطراف لتقوية أداء سوق الأوراق المالية المصرية وأشار مدبولي إلى العمل على استكمال برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص